بسم الله الرحمن الرحيم هذه قصة حقيقية توفى قبل فترة أحد المصلين في مسجدنا يعني يعتبر جار مسجد هذا الرجل كان حمامة مسجد من البيت إلى المسجد من المسجد إلى البيت عندما توفى رحمه الله بدأ المصلون يذكرون محاصن هذا الرجل وممن تشره أنه كان يختم القرآن في يومين سمعت هذا الخبر من أكثر من منصلي وكان من أعمدة المساجد يعني كان يطيل المكث في المسجد يأتي قبل الفجر قبل الأذان بقليل ثم يجلس إلى الساعة التاسعة صباحا ثم يرجع لبيته ويعود على صلاة الظهر وهكذا يعني أغلب وقته في المسجد بعد ما وصلني هذا الخبر أحببت أن أتوثق منه يقينا فوجدت ابنه الكبير وهو رجل كذلك ما شاء الله طيب وصالح ويعني ما شاء الله فيه سمات الخير فدعوت عندي في البيت في الديوان وجلس معه وتحدثت فقلت ما شاء الله الناس يذكرون والدك بخير أحدثني عن والدك سكت قليلا ثم قال لي والدي يختم القرآن في يومين منذ خمسة عشر سنة أول ما بدأ معي بالحديث تكلم عن هذه الميزة قال لما كبرنا وصار يعتمد علينا سلمنا المزارع التي يملكها وتفرغ للمسجد والقرآن كان يتاجره يعني في المزارع والزراعة وكذا ومن يومها وهو مع كتاب الله من المسجد إلى البيت من البيت إلى المسجد معاه كتاب الله يبحر في ملكوت الله بهذا الكتاب العظيم المعجزة الباقية الخالدة إلى يوم الدين يقول وإذا مر علينا يوم من الأيام لغرف معين أو مناسبة معينة ووالدي إن شغل وتأخر عن ختم القرآن في يومين يبدو ذلك عليه مباشرة يحزن ويتشكى أشغلتوني أخرتوني عن ختمتي فكان دائما يتشكى إذا تأخر عن ختم كتاب الله عن يومين وطبعا السنة هي أن لا تقل الختم عن ثلاثة أيام ولكن هذا الرجل الله فتح عليه بهذه الكرامة وهو يعني متقاعد ومتفرغ فوجد جنته ووجد أنسه ووجد نزهته وجد الفردوس الدنيا وجد الإنشراح والسرور ويعني حدثت أحد أصدقائي أحد الأخوة عن هذه القصة فقال لي مستحيل أن يستمر إنسان بهذه الختمات إلا أنه وجد شيء هذا الرجل حاصل على كنز عظيم وله مثلنا بشر يعني يحب أنه ينشغل يحب أنه يخرج يحب أنه يعني بشر مثلنا ولكن لماذا استمر سنين بهذا الالتزام وهذه الختمات مع كتاب الله إن هذا الرجل لما استمر وجد وعرف وذاق حلاوة الإيمان وجد البستان يجلس في بيت الله مع كتاب الله أو في بيته مع كتاب الله والله عز وجل يفتح عليه من المدد هذا الإنشراح يا أخوة يا أخوات هو عطاء إن الله الله يملك خزائنا إذا أحبك ووجدك دائما مع الله يكرمك عز وجل يفتح عليك من هذه الفتوحات الصالحون يتكلمون عن فردوس الدنيا وجنة الدنيا العارفون بالله الذين ذاقوا حلاوة الإيمان ولذة القرب من الرحمن يتكلمون يقينا عن هذه الجنة في الأرض إن في الدنيا جنة بل لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة طبيعي تشعر بهذا الإنشراح طبيعي تشعر بالعبق والروح والريحان لأنك قريب من نور الأكوان نور السماوات والأرض الله جل وعلا كلما زاد قربنا من النور كلما شعرنا بالسعادة والإنشراح والأمان والإنبساط ويسترسل معي هذا الأبن يقول بعد وفاة والدي تفاجأنا أن عنده تبرعات وصدقات وكفالة أيتام في أكثر من لجنة خيرية والله ما ندري عنها يقول في أيام حياته كانت تأتينا أرزاق يحلف بالله أنها من حيث لا نحتسب يفتح الله على أرزاق والده يعني ببركات ونحن نعلم يقول نحن نعلم أنها من بركة والدي من بركة هذه العبادة وهذا القرآن يحدثني هذا الأبن يقول أختي قبل وفاة والدي بيومين قالت رأيت جدتي في المنام فقلت لها يا جدة أبوي وين قالت في النعيم في النعيم بعدها عمل هذا الوالد حادث وقت الظهيرة وتوفاه الله عز وجل يقول عندما ذهبنا إلى المستشفى أما يعني مسكني المسعف وقال لي ما شاء الله والدكم يعني من يوم شلناه وحالته صعبة يكرر علينا الصلاة الصلاة تأخرنا على الصلاة تأخرنا على الصلاة يا عمي حالتك صعبة يقول إن شاء الله لاحقين خير نصلي بعدين نروح خلوني صلي جلس يكرر الصلاة 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 إلى أن يعني توفاه الله وهو قلبه معلق بالصلاة هذه من القصص الواقعية التي رأيتها يعني وحدثني بها أهل المسجد الثقات لذلك يقول أهل العلم إنما يرفع البلاء ويدفع البلاء والعقوبات عن الأمم والقرى بهؤلاء الناس الذين يحبهم الله عز وجل نحن طبعا لا نزكي على الله أحدا ولكن نحكم بما يعني نشاهد نحن شهود الله في الأرض جلست مع أحد أصدقائي فقلت له هذه القصة أنه يختم في يومين ومشهود له بذلك فقال كيف مستحيل صعب فقلت ما رأيك أن نجرب الآن أنا أقرأ صفحة كاملة من المصحف بقراءة الحدر قراءة يعني السهلة السريعة وأنت بتلفونك سجل الوقت فبدأت القراءة وبدأ يسجل معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وبدأت أكمل بهذه السرعة بالقراءة انتهيت كم أخذت منك وقت قال أخذت مني دقيقة واحدة فبدأنا نحسب القرآن الكريم كامل تقريبا ستمائة صفحة يعني لكي أختم القرآن أحتاج ستمائة دقيقة لأن الصفحة تأخذ مني دقيقة واحدة نصف القرآن ثلاثمائة دقيقة طيب الثلاثمائة دقيقة تعادل خمس ساعات يعني أن تستطيع أن تختم نصف القرآن بخمس ساعات يوميا الموضوع يعني مقدور عليه ما هو شيء مستحيل أو مستكثر أو معجز لا طبيعي الوضع فكلام الرجل فعلا يعني منطقي جدا بعدها بفترة جلس مع أحد الأخوة الصالحين كذلك وحدثت عن هذه القصة فقال لي أسمع شيء حصل لي أنا شخصيا يقول يوم الأيام كنت في المدينة منورة في الروضة النبوية فقلت أريد أن أعمل عملي عني في هذا المكان عمل صالح فقررت أن أختم القرآن في يوم كامل يوم واحد فابتدأت من بعد صلاة الفجر واسترسلت في القراءة إلى أن حان وقت الغداء ذهبت قليلا تغديت ورجعت مباشرة يقول وكملت إلى بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين أنه ختم القرآن كاملا في يوم واحد تخيلوا لذلك إذا قرأت في كتب السلف كان يختم القرآن في يوم صدق هذا الكلام ولكن بسبب نحن الذين أحملنا كتاب الله وهجرنا هذا الكتاب العزيز هذا النور المبين فنرى الناس بعين طبعنا نستكثر هذا الأمر على الناس الشاهد والعبرة من هذا الدرس أننا لا أقول لكم نختم القرآن في يومين ولكن نجعل على الأقل كتاب الله في حياتنا اليومية مهما كانت عندنا أشغال لن نعجز أن نقرأ من هذا الكتاب الكتاب العظيم القرآن الكريم يثبت الله به المؤمن من أعظم أسباب الثبات في الفتن وحسن الخاتمة التعلق بكتاب الله قصص مواساة تعليم تثبيت تصبير حكمة يلهمك الصواب يعطيك بعد النظر يعطيك البصيرة هذا الكتاب العزيز هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين من تعلق به فأزو رب الكعبة من تعلق به عاش سعيدا في الدنيا والآخرة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرنا في كتابنا العزيز وأن يفتح لنا فتح مبينا في تلاوته آناء الليل وآناء النهار إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر